يوم راية سووتس مؤسسة الحقوقية الأشهر يعني أو الشهيرة على مستوى العالم في الحقيقة تحدثت النهاردة في تقرير خاص بيها حوالين إصدار السلطات المصرية لقرارات وقوانين أو قرارات بقوة القوانين هدفها الرئيسي ترسيخ قوة القوات المسلحة ووجودها في الشارع المصري وطبعا الكلام هنا تقريبا أو مش تقريبا يعني تحديدا عن القانون الرقم 3 لسنة 2023 واللي هتعملوا تعدلات في الفترة اللي فاتت علشان يقوي من قدرة القوات المسلحة والمحاكم العسكرية وإمكانية ادخال المدنيين للمحاكم العسكرية ودي طبعا قصة تؤكد هي ظلال على مشهد أكبر صور خلفية لقصة كلنا عيشينها تبدأ بأين هو المكان الصحيح لوجود أي قوة مسلحة في أي نظام سياسي ثم تنتهي بحجم هذه القوة قدرتها السياسية ميزانياتها إمكانية المحاسبة الشعبية لها أفكار في الحقيقة موجودة في العالم كله لكن في مصر بيتم التعامل معها على أساس أنها مؤسسة مقدسة أهلها والعملين بها ليهم درجة مختلفة عن بقية المواطنين وخروج كامل عن نصوص الدستور المدني الخاص بسنة 2014 اللي في الحقيقة دستور بكل ما فيه يؤكد على مدنة الدولة لكن القوانين العملية اللي زي ما ليهمون رايتسو تتكلم عنها أو ليهمون رايتسو تتكلم عنها في الحقيقة بتعكس واقع مختلف وأحيانا واقع مخيف اشتركوا في القناة